ارتطمت المركبة الفضائية دارت عمدا بالكويكب ديمورفوس وتمت مهمة الدفاع الكوكبي في مرحلتها الأولى بنجاح فمع هذا الارتطام تأكد فريق وكالة الفضاء الدولية ناسا من قدرة مركبة من صنع البشر على التصويب بدقة لحوى الكويكبات الخطيرة المحتملة بهدف حرف مسارها ومنعها من تدمير الحياة على الأرض كما توقع فريق ناسا في الساعة الثالثة والعشرين وأربعة عشر دقيقة بتوقيت جرينيش المسبار دارت الذي أطلق في نوفمبر الماضي استضم بالكويكب ديمورفوس الذي يقع على بعد أحد عشر مليون كيلومتر من الأرض وحدث الاستضام بسرعة تزيد على عشرين ألف كيلومتر في الساعة وعوضحت ناسا أن الاستضام يرمي إلى تغيير مدار ديمورفوس ليتجه إلى الداخل ويصبح مداره أصغر وأسرع وبالتالي تقيل مدة دورانه بثواني أو دقائق وديمورفوس لا يشكل أي خطر على الأرض ويستغرق أحد عشر ساعة وخمسة وخمسين دقيقة للقيام بدورة كابلة حول كوكب أكبر حجما يدعى ديديميوس لكن وكانت ناسا تسعى من خلال مهمتها التاريخية هذه إلى خفض هذه المدة بمقدار عشر دقائق ومع ذلك يستغرق الأمر ما بين بضعة أيام وبضعة أسابيع لمعرفة ما إذا كان مسار الكويكب ديمورفوس قد تغير فعلا بسبب الاستضام وإذا تأكد ذلك فإن البشرية ستكون قد نجحت بالفعل في الهدف الحاسم وإنشاء خط دفاعي ضد ملايين الكويكبات المتطائرة في الكون والتي قد يضرب إحداها الأرض أو يهدد بضربها في المستقبل